حول الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب الصحفي محمد أبو العينين أستاذ محمد مساء الخير ألم بك معنا انتخابات تشريعية إذن في بريطانيا وسط إجراءات أمنية بعد ثلاث هجمات إرهابية هزت البلاد على وقع كل هذا كيف مر اليوم؟ يعني اليوم في بريطانيا بيمثل أهمية كبرى نظرا لأن الانتخابات التي تجرى في بريطانيا ستحدد مستقبل بريطانيا لفتر أقاطمة وخاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن هناك تصويت بالخروب من الاتحاد الأوروبي وهو بالتالي سيعيد سياقة عدد كبير من القوانين البريطانية وأيضا قوانين حقوق الإنسان وعلاقة بريطانيا التجارية بالعالم كل هذا بطبيعة الحال سيؤثر إلى حد كبير على مستقبل بريطانيا ويجعل هذه الانتخابات أحد العناصر الرئيسية التي يعني يحرص الجميع على التحقق في متائجها أو تحقيق متائج فيها حتى يحقق ما يبغيه نعم طيب شرع البريطاني مع البريكزيت مع الهجمات الإرهابية الإرهاب الذي يهز يعني العاصمة البريطانية خاصة ما جرى قبل أيام مع كل هذا يعني كيف ينظر إلى هذه الانتخابات يعني وكيف يتطلع إلى بريطانيا بعد هذه الانتخابات في البداية يجب أن نؤكد على أن بريطانيا مرة خلال ثلاثة أعوام الماضية باستفتاء على خروج اسكتلندا بانتخابات عام 2015 بما يمكن أن نطلق الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي وبالتالي هناك استحقاقات استخابية ربما مرت على المنطقة كانت هذه الاتحادة مرت على بريطانيا جعلت من الناخب البريطاني ربما يشعر بأنه في حاجة إلى يعني في حاجة إلى يعني أنه يشعر بالانتلاع يشعر بالضيق يشعر بالضجر نتيجة أن هناك انتخابات متكررة هناك ربما يكون اندحام في هذه الانتخابات هذا الأمر هو الذي ربما أشعر العام الآن وإن كان هناك رغبة عارمة في طيب نعم سيد محمد من الأوفر حدا برأيك يعني بحسب الشارع البريطاني وأيضا بحسب استطلعات الرأي إلى حد الآن الأوفر حدا في المكتب هو المحافظين باعتبار أنهم هم الأقرب إلى تحقيق النتائج الأكثر رجحانا ولكن هذا الأمر لم يحقق للمحافظين ما كانوا يبغونه الانتخابات مباشرة كان بهدف زيادة ما يمكن أن نقول عنه الأغلبية التي كان يحطها حزب المحافظين رغم الانتقادات التي وجهت لهم على عدم منعهم للهجمات الإرهابية رغم أنه كان معروف عليهم بأنهم باهم المحافظين أكثر صلابة في الجانب الأمني بالضبط كده هذه التفجيرات الأخيرة أظهرت ربما ما يمكن أن نبق عليه ضعف وهشاشة موطف الأمني في زيستانية نتيجة الاستخطاعات التي تمت منذ عام 2010 حتى الآن وبالخطة إذا وضعنا في الاعتبار أن رئيسة الانتقادات كانت ودينا للداخلية في بريطانيا منذ عام 2010 في مجيء حكومة المحافظين الأولى وبالتالي كانت هي جزء رئيسي من منظومة الاستخطاعات التي أثرت على عمل أجهزة والأجهزة الانتقادية القصة بجميع المعلومات وبملاحقة هؤلاء المجرمين وبالتالي هذا الأمر أثر على فرص ريزيمي في الحصول على ما تبغيه من أغلبية كبيرة هذا بالإضافة إلى أن السيدة ريزيمي لا تتمتع بالكارزمة السياسية الكافية كان لديها العدد نعم أستاذ محمد أشكرك على هذه المداخلة محمد أبو العينين الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من لندن